أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في روائع المطبخ سوف أشارك معكم في هذا الفيديو طريقة تحضير بانكيك بطريقة جديدة كلياً كفطور صباحي للمدرسة أو كوجبة خفيفة لأطفالكم تابعوا معي طريقة التحضير والتقديم لتحضير البانكيك سوف أقوم بإضافة كوب كبير من الضحين الأبيض واثنين ملاعق كبيرة من السكر وواحد ملعقة كبيرة بيكينغ باوتر ونصف ملعقة صغيرة من الملح ثم أحركهم جيداً بالخلاط اليدوي حتى يتجالسوا مع بعض في سحن عميق آخر أضيف واحد بيضة ثم أحرك المكونات جيداً حتى يتجانسوا مع بعض ثم أحرك المكونات جيداً حتى يتجانسوا مع بعض بعد أن أصلحت الخليط السائل جاهزاً أبدأ بإضافة الخليط الجاف برفق مع التحريك المستمر أفتح النار على درجة حرارة متمسطة ثم أضيف القليل من زيت الطبخ وأدهنه في المقلاة وأتركه حتى تسخن بعد أن سخن الزيت وصار جاهزاً أبدأ بخفز البانكيك وأنتظر حتى يتحمر من الجهة الأولى بعد أن تحمر البانكيك من الجهة الأولى أقلبه على الجهة الثانية وأنتظر حتى يتحمر بعد أن تحمر البانكيك من الجهة الثانية أزيله من المغلات وأكمل بنفس العملية مع باقي الهجين ترجمة نانسي قنقر بعد أن انتهيت من خفز البانكيك وصار جاهزاً الآن أقوم بتزييني وهذه أهم مرحلة للتزيين سوف أحتاج كريمة رقائق جوز الهند رقائق الشوكولاتة الملونة ودوائر الشوكولاتة الملونة فتابعوا معي كلفية التزيين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر